بيجامة أطيفة بمية جنيه أطفالي وحريمي وغير كده بناتي وأولادي ورجالي كمان كل حاجة هتلاقيها في بردي ستور لأنه مصنع وبيت الجملة ده المصنع نفسه اللي بيصنع العبيات والترنجات وكل حاجة تخص البيت سوى بقى رجالي حريمي أطفالي والأطفال هناك سوى بنات أو ولاد بيبدأ من أول سنة لحد 17 سنة ده غير الحريمي من أول ميديم لحد 3 اكس لرج بتيجوا نشوف جبتين بردي ستور يا بنات عنده فرع في العتبة مكتب في العتبة ومكتب في شبراء ودول أساسا المصنع اللي بيصنع الحاجات دي دي دفاية أطيفة بمية خمسة وعشرين جنيه عايز أقولك كمان فيه ترنجات أطفالي بمية خمسة وعشرين جنيه وفيه ترنجات بناتي بمية خمسة وعشرين جنيه الأسعار هناك بتبدأ من مية خمسة وعشرين طب عبارة عن إيه؟ عن بلوزة وبنطلون وكمان لاكلوك وفيه منها اللون البينك دي خمتها أولى أرواع وبجد أنا خدتها هنا في البيت لبستها تحفة التحفة شايفين الخمة؟ يعني مش حاجة شعبي مش حاجة رضيقة الحاجات الرخيصة الثانية دي حاجات شعبي خالص تعالوا وريكوا بقى ترنجات اللي أغلى بعد كده بمتين وخمسين تمشي خروج وتمشي بيتي زي ما انتوا شايفين ده ترنج بتلتمية وعشرين ده ترنج خروج مش بيتي ده أنا باخده بقى أروح النادي أروح أجيب الطلبات بتاعت البيت عندي مصلحة حكومية بروح أخلصها الترنج بتلتمية وعشرين بره بيباع بسبعمية اللي انتوا شايفينه ده اهو بتلتمية وخمسين جنيه ده تحفة التحفة ده عمل زي لحاف انت ماشي يا بلحاف خمته من جوة ومن بره تحفة التحفة يا بنات شايفين؟ ده غير ان انت ممكن تجسميه على وسطك كده القطعة دي بس بتباع لوحدها بتلتمية وخمسين جنيه بصوا ده قطعتين وفيه ترنج ده ده خروج ده في منه الأنواق جميع الألوان يعني ده بربعمية واربعين بس الخامة مستوردة كل ده خمات مستوردة مش حاجات قليلة يعني مش خمات بسيطة ودي بجامة زي ما انتوا شايفين برضو اهي قطيفة خمتها حلوة قوي دي بتلتمية وعشرين زي ما انتوا شايفين فيه هناك الرخيص وفيه الغالي والرخيص هناك حاجة نظيفة جدا الترنج ده ترنج خروج بمتين وخمسين جنيه عبارة عن طلق قطع بانطلون وطرنج طويل زي ما انتوا شايفين وبادي ابيض ده بقى تحفة ده عبارة عن اتناشر قطعة ده بربعمية وستين جنيه ده لازم يبقى في الدولاب عندك انت تخيالي اشتريتي كم قطعة كم طقم انت ممكن تجيبي واحد بس وتبقي اشتريتي الشتوي كله ده عبارة عن طقم هوتشورت اهو قطعتين والكاش الامر ده زي ما انتوا شايفين وكمان البنطلون واللاكلوك ده اهو وكمان السورتات دي الحلوة وكمان روب تقيل جدا زي البطنية واللحاف تخيلوا الطقم ده كله بربعمية وستين جنيه وكمان البادي بتاع البنطلون اهي ده بربعمية وستين عشر قطعة ده غير كمان البجامة بتاعت الكريسمس دي خمتها ولا اروع يا بنات دي بتلتمية وعشرين جنيه برضو وبصوا بقى العباية الامر اللي فيها فرو طبعا ده افتح لون فيها فيها الوان غمقى فيها الفرو ده العباية دي بتلتمية وعشرين عايز اقول لكم العبايات في برزي ستور بتبتدي من اول تلتمية وعشرين جنيه العباية قطيفة يا بنات فرنساوي مستوردة مش حاجة اه القطيفة الشعب اللي انت بتشوفيها لأ شايفين شكل العباية عامل ازاي ده غير الترنج الامر ده انا قستو بجد عجبني جدا جدا خمته حلوة قوي يمشي خروج معاكي في الشتا ويمشي في البيت كمشاوير وكمان ده يمشي معاكي خروج وبيت ده بمئتين وخمسين جنيه انا بصراحة جبت له الخروج معا التشيرت الأبيض ده تحت منه ده هولي الناس اللي بتحب الحاجات الطويلة ده بمئتين وخمسين وفيه كمان بمئتين وتسعين ده الحاجات الغالية دي بتمشي بيت وخروج بس القطيفة انا بخليها اكتر للبيت وفيه قطيفة بتمشي خروج يعني دي قطيفة تمشي خروج وهوريكو كمان العبيات انا مشوالله جبت كمية عبيات كتيرة قوي عشان اخواتي وكزا حد كان طالب مني برضو جبتهم بسعر الجملة وفيه اسعار جملة للناس اللي هتشتري بسعر الجملة وده كمان جبتهم والترنج اللي انا لابساه ده كمان انا جاباه من عند برزي ستور وجايبه منه البرديس وجايبه منه الوان عجبني قوي بجد اشيك ترنجات حريمي اطفالي رجالي بناتي اولادي هتلقاها هناك عايزة ترنجات خروج بيتي هتلقاها هناك الاسعار بتبدأ هناك من اول ميت جنيه لحد وانت طلع الحاجة الغالية هناك امه تلتمية وخمسين جنيه انت بيجيبها من بره بسبعمية وبستمية يعني الطاقم اللي هو بربعمية وستين اللي هو العشر قطع ده بره بتجيبه بتمنمية وبتسعمية ده المصنع نفسه وناس بتيجي تاخد منه الجملة